بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى احنا في الحقيقة لما تكلمنا عن الإدمان ما كناش نويين نتكلم عنه في حلقة وخلاص احنا كنا متعودين ان احنا في الحاجات المهمة نستمر فيها في الكلام وعشان كده احنا شايفين ان قضية الإدمان هي قضية نموذجية نموذجية عشان نعمل ايه نموذجية عشان نعرضها واحنا بنتكلم عن الأخلاق لأن الإدمان في الحقيقة هو محصرة قصور في العيش بالأخلاق الإدمان هو تراكم تراجع أخلاقي تراجع أخلاقي في قيمة الرحمة تراجع أخلاقي في قيمة المسئولية تراجع أخلاقي في قيمة التراحم في قيمة التواد في قيمة الدعم والمساندة فهذا التراكم بيوصلنا في الأخ خالص إلى حالة الأدمان اللي هي حالة لا أخلاقية حالة لا أخلاقية مش بس عشان أثرها هي في ذاتها شيء غير أخلاقي شيء فيه كثير من الإسراف شيء فيه كثير من العنت من التعب من الآلام من الأوجاع اللي جاية من التقصير في التنشئة التربوية والأخلاقية احنا لازم نعترف أن الأخلاق هي مصدر النور الإنساني في حياتنا ولما لاقي ظاهرة ظاهرة الإدمان دي لازم نعرف أن احنا عندنا مشكلة في التنشئة لأن الأخلاق هي حافز ما لا حافز له وهي شغف ما لا شغف له فإذا احنا وصلنا إلى حد الإدمان فيه أكيد فقد الشغف للحياة المتزنة والمستقرة والمنورة جاء من فقد الدعم الأخلاقي فيه حاجة اسمها الوازع الأخلاقي فيه حاجة اسمها الداعم الأخلاقي فيه حاجة اسمها السند الأخلاقي ده كله بيختل لما نيجي نوصل لقضية الإدمان ولذلك لما جينا نعرف الإدمان وتكلمنا عن الإدمان تكلمنا عن الإدمان بفهوم الواسع الإدمان هو أن واحد أصرف على نفسه فترك تسكية النفس لأن تسكية النفس من الأمور اللي بتضمر للإنسان النجاح والفلاح في أمور حياته الأولى وحياته الآخرة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إذن الأخلاق هي جوهر هذا الدين ليه جوهر هذا الدين جوهر هذا الدين لأنها في الحقيقة هي الصيانة للحياة بالدين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يبقى الأخلاق هي الصيانة الدينية لحياتنا ولذلك لما بيحصل خلل إيه اللي بيحصل حياتنا كلها بتختل مش بس الدين مش حياتنا الدينية اللي بتختل الحياة كلها بتختل وعشان كده زي ما كان العلماء بيقول إن الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين أنا بقول كذلك الحياة كلها خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في حب الحياة زاد عليك في سعادة الحياة زاد عليك في جمال الحياة ولا شك إن الإدمان من زيادة في الخلق ولذلك هي نقص في الحياة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبغض الإدمان والمدمنين أقصد بالمدمنين المصرين على الإدمان المصرين على الاعتماد على المخدرات لكن الناس اللي بتحاول لا ده ربنا سبحانه وتعالى يكون سندهم ومددهم لأن من تقرب إليه شبرا أو الشخص اللي بيحاول يتعافى ويخرج من الإدمان يدخل في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم من تقرب إليه فيما روعى الرب العزة من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعا لابد إذن لازم نفهم ده ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عشان تتربى فينا الأخلاق اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يبقى الخلق الحسن هي أداة المحو وكأنه هي دي التفسير الصحيح لقوله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات يبقى حسن الخلق يذهب سيئات الحياة بس عايز أفكر حضرتكم أن غاية إرسال الرسل هي إرسال الأخلاق اللي بتحمل للإنسان الخير والنور والرحمة والجمال وعشان كده حضرت النبي قال إنما بيعسته لأتمم مكارم الأخلاق يبقى نحن لازم نفرم إن إحنا إذا كنا عايزين نحصن أولادنا ضد الإدمان وعايزين نساعدهم إنهم يخرجوا من الإدمان ما قد منها شغل إن إحنا ندعم الأخلاق وإحنا قبل كده تكلمنا عن إن الأخلاق ليه فيها ثلاث مكونات القيمة والنية والسلوك وعشان كده لازم نعرف إيه علاقة الأخلاق بمكافحة الإدمان وإيه علاقة الأخلاق بإزاحة الإدمان من حياتنا وعشان كده لازم نقول إن إحنا مش بس عايزين نهتم بالأخلاق في قضية التنشئة فقط بل عايزين نهتم كمان بالأخلاق في قضية التعافي وذلك أنا عندي منظومة اسمها منظومة المكافحة والتحصين ضد الإدمان وكمان عندنا منظومة أخلاق التعافي من الإدمان تعالوا نشوف الأول أخلاق اللي بتخلينا تعافى اللي خلينا نتحصن ضد الإدمان أول حاجة منظومة الأخلاق اللي بتساعدنا على إن إحنا نتحصن ضد الإدمان الخلق الأولاني أو القيمة الأولانية هي قيمة المسئولية فالتنشئة اللي فيها إفراط في الدلال وعدم التنشئة على قيمة المسئولية بتترب الإنسان على الهشاشة فالمسئولية هي اللي بتخلي الإنسان إنسان صلب إنسان عنده سمود نفسي والإنسان اللي بيفقد المسئولية بيحصل على كثير من الأعباء النفسية بسبب الهشاشة اللي بتسببها له فالمسئولية بتحفظ الإنسان من إنه يشعر بقلة الحيلة والمظلومية والإحساس بالضياع وعدم موجود معنى للحياة فبلاش إن ربي أولادنا على إنهم يكونوا مدللين من غير مسئولية لأن التربية الخالية من قيمة المسئولية ممكن تخلي أولادنا يحسوا إنهم وجودهم ملوش لازمة ويتساوي وجودهم زي عدمه وممكن تساهم في زيادة النرجسية عند أولادنا ومن مخاطر مضاعفات اضطراب الشخصية النرجسية على رأي بعض المتخصصين إنه بتجعل صاحبها عرضة للدخول في الإدمان بأول حاجة لازم نأشأ عليه أولادنا عشان نحصنهم ضد الإدمان المسئولية تاني حاجة نحصنهم ضد الإدمان بإيه؟ بالاحترام فتربية أولادنا على خلق الاحترام وعلى قيمة الاحترام بتنشأهم على إنهم مكرمين عند ربنا وإنهم عباد لله سبحانه وتعالى والعباد لله سبحانه وتعالى دولة في نعمة نعمة إيه؟ نعمة إنهم منسوبين إلى الله نعمة إنهم مكرمين فبيربي جواهم خلق الاحترام تجاه زواتهم فما يعرضوش زواتهم للتهلكة واتحصنهم قيمة الاحترام من الهشاشة النفسية بسبب إن سوراتهم سيئة عن نفسهم وقل الثقاتهم بزواتهم اللي ممكن تكون اتكون بسبب الإهانة والضرب وإنتوا عارفين إن الإهانة والضرب في البيوت ممكن تعمل إيه؟ أو حتى العنف في الألفاظ اللي بيكون في شكل دوام الانتقاد اللازع ديهم الاحترام بيحصنهم من إن كل اختياراتهم ما يكونش فيها أذى أو وجع فيبقوا في حصن يبقى حصنناهم أول ما حصنناهم حصنناهم في الأول خالص بالمسئولية وبعدين حصنناهم بالاحترام وحصنناهم بعد كده بإيه؟ بإنهم يتعلموا قيمة مهمة قيمة حفظ الكرامة إنه يحافظ على كرامته ودي من أكتر الأخلاق اللي بتحصن ضد الإدمان لإن الإنسان بيبقى حاسس لما يحافظ على كرامته إنه مكرم عند الله سبحانه وتعالى فدايما بيصون كرامته وبيختار اختيارات ما تعرضوش للمعانة وما تعرضوش للوجع وما تعرضوش للشدة ويبقى دايما قدام عينيه؟ إنه عليه أنه يصون الكرامة دي ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قال وكيف يذل المرء نفسه يا رسول الله قال أن يعرض نفسه إلى ما لا يطيق آه يحفظ كرامة نفسه ما يعرضهاش لما يتطيق فيه يذل ويهان الإدمان بيعرض كرامة الإنسان للضياع فيحس إنه هو بيهان وخاصة لما يبتدي بقى يسرق ويرتبك بالحماقات من أجل تحصيل الأموال للمخدرات وكل ده الخلق والقيمة اللي بعد كده الرشادة والرشد والرشادة والرشد قيمة مهمة لابد نعلم أولادنا دايماً عليها الرشادة والرشد هو التجل الحقيقي لفكرة الاتزان ولذلك إلا حاصل لازم نعلم أولادنا أن هم يبحثوا عن الرشادة والرشد الرشادة والرشد هو أن الإنسان يكون صالح في دينه وصالح في معاملاته والتعامل مع الموارد والرشادة في التعامل مع الاحتياجات من أهم حصون الإنسان ضد أي نوع من أنواع الإدمان شوف الرشادة اللي بيتكلم معنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في قولي صلى الله عليه وسلم فحسب ابن الأدم له قيمات إن يقوم لسلبة شوف الرشادة ولا الله سبحانه وتعالى لما يكلمنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا رشادة فلازم عشان نتخلق بالرشادة في التعامل مع الاحتياجات لازم نعرف تلت حاجات لازم نعرف ان احنا بنحتاج في احتياجاتنا الى اقل القليل ونحتاج الى اقل القليل من احتياجاتنا وده ينطبق عليه على كل شيء بالاستثناء ده معنى الاحتياج اللي احنا بيمبني عليه حياتنا لكن احنا قد نحتاج الى اشياء اخرى للاستثمار لكن في قيام حياتنا نحتاج الى اقل القليل مش محتاجين كل الحاجات اللي احنا بنجمعها ده كلا ان الانسان لا يطغى هذا تغيان إن احنا نجمع الحاجات دي ولوما الحاجات دي مش متوفرة عنقفوا مش هنبتدي أي حاجة لا اللي معاك ده تستطيع أن انت تبتدي به فباللاحظ إن كل ما يزيد في التعامل مع الاحتياجات كل ما يزيد الضعف عنده والعبء والثقر وده شيء مهم دي أول حاجة لازم نعرف إن احنا محتاجين عشان نبتدي محتاجين عشان نعيش حياتنا محتاجين إلى أقل قليل الحاجة التانية اللي احنا لازم نفهمها إن أي احتياج يمكن أن يدار أي احتياج في الدنيا يمكن أن يدار لننه احنا بنفترض لنأحتياج مش نقص لكن ان احتياج صفة بتدفعنا أن אנחנו يكون أحسن للأمام ونفترض إنك أدمنت هذا الاحتياج ممكن إنك تديره يعني معنى إن إنت أدمنت حاجة خلاص مش دي نهاية العالم إنت تستطيع إن إنت تدير هذا الاحتياج وترجع تاني إلى إيه إلى حياتك العادية زي ما الراجل جاه عنده احتياج للحياة الجنسية فقال لرسول الله رخصت لي في الزن فعلمه رسول الله ازاي يستطيع ان هو يدير هذه الشهوة يدير هذا الاحتياج الحياة الثالثة اللي احنا لازم نعرفها واحنا بنشتغل مع الاحتياج زي ما احنا عرفنا ان احنا تجيين قليل وان احنا نستطيع ان احنا ندير احتياجنا كذلك لازم نعرف ان نفسك لن تتركك ابدا في حالة تستطيع ان تدير فيها احتياجك بشكل فعال فعشان كده ما تستعمل علياش لان نفسك هتفضل تضغط عليك لغاية ما تخليك تقر بانك انت من غير مبالغة في الاحتياج مش هتقدر تعيش حياة سعيدة كمان من الاخلاق المجتمعية المهمة لنا واحنا بنشأ اولادنا على مكافحة الادمان احنا تكلمنا عن خلق المسئولية تكلمنا عن عدة اربع خلق الخلق الخامس ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه هو خلق الرحمة اللي منها الدعم ان احنا ندعم بعضنا ان منها التفقد ما سيبش اولادي اتفقدهم ان منها الاهتمام والمسندة وكل دي الوان من الاشكال والوان من الرحمة اللي بيحس بيها الانسان ان هو في امان وفي دفء وانه مش لوحده حتى يصل بيه حال ان هو يحس ان هو مهما وقع في ازمة ففي حد معاه وانه مش لوحده وانه مهما حصلت له مشكلات فهو هيقدر يواجهها لان معاه الداعم والمساند والمشير عليه اللي بيخليه بالاستشارة دي يكون احسن وعشان كده مش هيلجأ للإدمان لانه مش محتاج ان هو يملأ الفراغ اللي عنده الفراغ اللي سببه عدم موجود حد حواليه مش محتاج ان هو يملأه لان فيه ناس كتير حواليه يبقى لما اولادنا يحسوا ان المشاكل اكبر منهم وانه محدش حواليهم ساعتها هيروحوا للإدمان لكن لما يحسوا ان المشاكل حتى لو هي اكبر منهم عندهم الداعم والمساند مش هيلجأوا للإدمان ولا هيحسوا بانهما بنا قدمهم شغل انهما يغرقوا في الاعتمادية ويغرقوا في الاتكال وفي ساعتها هيروحوا للإدمان ولكن هيحسوا انهما قدرين يقوموا بأدوار وقدرين ينتصروا على ده وعشان كده شوفوا حظة النبي وبيعلمنا ازاي يدعم بعضنا بعضا ويقول لنا لا تكن عونا للشيطان على أخيك وبيعلمنا صلى الله عليه وسلم كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه خلوا أولادنا يعيشوا على هذه القيم قيمة المسئولية وقيمة كل هذه القيم الخامسة اللي احنا تكلمنا عنها وساعة ما يعيشوا على القيم الخامسة دول يبقى احنا حصلناهم تجاه الإدمان أول حاجة لازم نعرف أن القيم الخامسة دولة هي قيم تمثل الأركان والحصون لأولادنا وعايزين نعيش معهم بهذه القيم عشان نقدر نعيش بها ونعيشها معهم ويبقى دوة نوع من أنواع ساحة الرحمة وساحة اللطف وساحة الكرم اللي ربنا سبحانه تعالى بيجعلها تسري من واحد فينا للتاني ويكون سبب من أسباب أنه يحصنوا أمام نفسه ويحصنوا ويكون عوناً لي وما يوقعوش أبداً في الظلم وساعتها بيكون بينصروا تجاه ظلم نفسه لي أو بينصروا لو كان ظالم لنفسه وساعتها بيكون الواحد مننا لأخيه كالبنيان يشد بعضه بعضاً في الخامس قيم دولة نقدر نشأ أولادنا محصنين تجاه الإدمان يا رب وفقنا واجعلنا من أهل التوفيق والسداد واجعل هذه القيم حصن لقلوبنا وقلوب أولادنا وحصن لحياتنا كلها من أن نقع في الإدمان اكرمنا يا رب كن في عوننا واحفظنا من كل مكروه وسوء ببركاتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين نسألك مددك ونسألك عونك لنحصن مجتمعنا من كل مكروه وسوء وعلى رأس هذه المساوئ مساوئ الإدمان والضياع يا رب احفظنا بنورك واكرمنا بفضلك وحصننا دائما بالقيم وبنور الأخلاق يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ألهمنا رشدنا يا رب العالمين